اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الظهر اصدر قضية التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فجر اليوم بطاقات ادعا بالسجن في حق ثلاثة متهمين فيما يعرفوا بملف استخراج الفصفات ونقله بعد اجراء السماعات اللازمة في حين قرر ترك بقية المتهمين بحالة سراحة وتحجير السفر على ستة منهم وفق ما افاد به الناطق باسم القطب محسن الدالي واضف الدالي ان ثلاثة من جملة المتهمين بينهم وزير سابق ونائب مجمد هم بحالة فرار واضح المصدر ذاته انه تمت احالة ملف شبهة الفساد الاداري والمالية في استغراج الفصفات ونقله على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم امس مشيرا الى ان النيابة العمومية قررت فتح ملفين تحقيقيين بحسب عدد السفقات موضوع الشبهة ووجهت نيابة العمومية بالقطب التهم لاثنين وعشرين متهما في كل قضية من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق منافع غير مشروعة والاضرار بالادارة والرشوة والارتشاء من موظف عموميا وعهد بالبحث التحقيقي فيها لاحد قضاة التحقيق بالقطب قال رئيس الدولة قيس سعيد ان الحكومة ستتشكل قريبا وفق نظام يعبر عن ارادة الشعب التونسي ولا تراجع الى الوراء من جهتها ذكرت حركة النهضة في بيان اصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذية بان المسئولية الوطنية تقتضي الحفاظ على وحدة التونسين واستئناف المسار الديموقراطية بخضم حالة الترقب التي تعيشها البلاد في ظل التدابير الاستثنائية وقبل ثمانية ايام من انتهاء مدة ثلاثين يوما التي كان قد اعلنها انذاك رئيس الجمهورية قيس سعيد كمدة لتجميد اعمال مجلس نواب الشعب قال رئيس الدولة ان الحكومة ستتشكل قريبا وفق نظام يعبر عن ارادة الشعب التونسي ولا تراجع الى الوراء واشاء الله طول قريبا تكون الحكومة واذا تمشي الامور بحسب النظام يقول لنا نسعاوله بشكون تعبير عن ارادة الشعب التونسي ومن كان يتوهم او يحاول ان يوهن نفسه بانني ساعود الى الوراء فهو واهم وليذهب بخريطته وليذهب مع الخريطة بالحوار الذي يتوهم انه يمكن ان ينظم يأتي هذا في وقت اعتبرت فيه حركة النهضة في بيان اصدرته عقب الشماع مكتبها التنفيذي ان استمرار التجميد يمثل تهديدا للتجربة الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتحديا على ابسط مبادئ الجمهورية والفصل بين الصلط وذكرت بان المسئولية الوطنية تقتضي الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الاهلي والسئناف المسار الديمقراطية وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في سراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخية وعبرت حركة النهضة عن رفضها لما اسمت اجراءات تعسفية على غرار الوضع في الاقامة الجبرية دون اذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري ومنع تونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية او نشاطهم السياسي او الحقوقية بتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية وفق نص البيان من جهته التقى عشية امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي بستة نواب ممثلين عن كتلة حزب تحية تونس وكتلة الاصلاح والكتلة الوطنية وذكر الاتحاد في بلاغ مقتضب ان اللقاء جاء بطلب من هذه الكتل وانه تمحور حول الوضع العام في ظل الاجراءات الاستثنائية الجارية وضرورة ضمان الحقوق والحريات واحترام القانون وحرمة الاشخاص وخصصياتهم يذكر انه تم اعلام عدد من نواب البرلمان المجمد صلاحياته بامر رئاسي باخذاعهم للإقامة الجبرية في حين تم ابلاغ اخرين بقرار منعهم من السفر وكان رئيس الدولة قيس سعيد اعلن مساء الاحد الخامس والعشرين من جوليو الماضي عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها تفعيل الفصل الثمانين من الدستور واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة ثلاثين يوما ورفع الحصان عن نوابه فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه وفي تطورات الوضع الوبائي اعلنت وزارة الصحة انه تم تسجيل احدى وعشرين حالة وفاة بتاريخ الخامس عشر من اوت الحالي ليرتفع العدد الجملي للوفيات الى اثنين وعشرين الف وخمس وعشرين حالة وفاة في المقابل اعلنت الوزارة ان عدد الملقحين الى غاية منتصف هذا الشهر بلغ 4 ملايين وخمسة وسبعين الف وستمائة وثمانية وسبعين ملقحا اعلنت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية ان العدد الجملي للملقحين الى غاية منتصف شهر اوت الجاري بلغ 4 ملايين وخمسة وسبعين الف وستمائة وثمانية وسبعين ملقحا فيما بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وثمانمائة ملقح ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الملقحين بعد اليومين المفتوحين لعمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية وبالرغم من تطور عدد الملقحين في الآوينة الأخيرة فإن فيروس كورونا ما زال يحصد مزيداً من الأرواح وفق تطورات الوضع الوبائي حيث تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بتاريخ الأحد الخامس عشر من أتلجاري ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة في مارس عشرين وألفين إلى 22 ألفاً وخمس وعشرين حالة وفاة وقد نشرت وزارة الصحة رسوماً بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المبلغ عنها حسب تاريخ الوفاة من الفترة الممتدة بين الثاني والربع عشر من أتلجاري والتي أثبتت تقلص عدد الوفيات من 151 حالة إلى 21 حالة وفاة وبذلك تقلصت نسبة تحليل الإيجابية إلى حدود 21.38% ورداً على انتقادات موجهة لوزارة الصحة واتهامات بتلاعب بأرقام الوفيات في اليومين الماضيين نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة جليلة بن خليل الأمر لكنها أقرت بعدم وضوح بعض الأرقام دون تفصيلها بدقة وهو أمر وجب تداركه حسب تقديرها تواصلاً مع أيام التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا انطلقت اليوم أولى عمليات التلقيح بالصيدليات الخاصة التي تشارك فيها قرابة 500 صيدلية في مختلف جهات الجمهورية وكاميرا الأخبار رصدت انطلاق عملية التلقيح في الصيدليات محملين ببطاقات تعريفهم الوطنية توجهوا إلى الصيدليات التي فتحت أبوابها لتلقيح الفئة العمورية من أربعين سنة فما فوق هنا لافتات تعلم بانطلاق الحملة ومواطنون ينتظرون دورهم لتلقي لقاح أسترزينيكا أو يستفسرون عن سير عملية التلقيح وكيفية التسجيل نهارة الثمانية قوت مخلطتش باش نلاقح رقح راجلي وأنا مخلطتش بش نلاقح هيك وليت لحد اللي فيت ما وقاله حد لاربعين سنة تسعة وثلاثين سنة وليت جيت لها قايت لها هنا قايتتني بنتي من نهارة الجمعة قلت لي رأوا نهار لاثنين العشرة تمشي جيت البارح سجلت فيسعة وبعتوني اليوم سابعة العشرة درجين وقرحوا ما ديهم ومقلين خدمتهم وقرحوا ما ديهم خير ما السفر لك ألف والألفين بل مش تدي السفر أنا كي سمعت في السيدليات معناتها كلمت ساحبي حط لي أرتيت بطاق تعريف وسجني واحد كل شيء طلعت لي لنزل سماس هذه واحد كل شيء أنا جيته للسيدليين هنا جيت اليوم صدفة سهل لي ربي باش نزرق هنا قرابة الخمسمائة سيدلي بكافة ولايات الجمهورية انخرطت في حملة التلقيح بصفة مجانية وذلك بهدف معاضلة جهود الدولة في الحملة الوطنية للتلقيح قيدوا في ظرف نهارين تقريب خمسمائة سيدلية ربع سيدليات اللي في البلاد قيدوا في ظرف نهارين العملية باش تكون تطوعية ومجانية للمواطنين ما رح لأولى مية جرعة والسيدليات المواطنين السيدليات هم اللي حدوا المواعد متاح كل سيدلية تختار قدش تعمل من تلقيح في اليوم وتختار التوقيت الصياد للكل المتوفرين على أجهزة تبريد اللي هي تحافظ على الدواء وتخلي الفاكسان يخلط للمواطن ويكون عنده نجاعة وفاعلية قصة هذا وكانت عملية تسجيل المواطنين الراغبين في تلقي تلقيح كورونا بالسيدليات الخاصة قد انتلقت الخميس الماضي إثر اتفاقية تم توقيعها بداية الشهر الجاري بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصيادلة ومع الانفراج المسجل في الوضع الصحي بدأ القطاع السياحي في عدد من الجهات يشهد انتعاشة وسط ارتياح أصحاب النزل والمقيمين فيها على غرار ما تعيشه جزيرة جربا في جزيرة جربا وعلى غرار المواسم السياحية السابقة تستمر السياحة الداخلية في تموقعها الريادية بين الأسواق السياحية الدولية ولسيما في ظل تدعيات تفشي فيروس كورونا في العالم بفضل ما يتوفر بالجزيرة من مميزات سياحية متنوعة ومتفردة تستهو السياحة التونسيين الوافدين من مختلف جهات البلاد نفرح بالعباد من أي بشر يجينا كان السياحة الداخلية ولا خارجية ومن كل مكان في كل براسة جربا وأي واحد بشر في جربا يجيه مرحبا بيه على الرأس والعين أنا جيت دجا من فرنسا جيت عندي جمعة جيت باش نفرد نخرج نشيخ لكما فامي دجا جيت الفارك هذا فرشمن تخيبيا هي الجو تحفون وعملين جو يسر أمتكابل وفرنا جميع الظروف وليدي تاي تاو معنات هدون ليدي تاي التاقيم احترام المسافات ارتداء الكمامات ومع تنوع هذا المنتوج بالجزيرة وما تحمله جزيرة جربا من صورة في العالم وفي تونس في السنوات الأخيرة المشرفون على القطاع السياحي من سلطة إشراف وميهنيين يعملون على تثمين أكثر لهذه الوجهة وتنويع منتوشها الحمد لله تحركت السوق الداخلية وتحركت نتائج خارقة العادة اليوم نشوف البرتونين تيانا في فاندق مفرحانين رغم لي الأمور صعيبة لكن الحمد لله كما العادة السوق التونسية وتونسي كان ويعي وعاون وسفر ومواطنين بالخارج جاء وسكنوا في الفاندق والحمد لله لحد الآن يعني عنا تاقة استيعاب تقريبا في الحمامات وحصوصا يعني تقريبا 100% هناك السوق الداخلية اللي هي مهمة مهمة جدا اللي هي في تقدم ملحوظ في مقارنة بسنة 2020 بنسبة 30% وهذا مهمة مهم جدا حملة التلقيح هذه بتبقية الحال ستمكن كذلك من حماية العاملين في القطاع السياحي وكذلك حماية السياحة التونسيين والسياحة الإجل جزيرة جربة وجهة فضة للسياحة الوافدين من الخارج والتونسيين على حد سوى دون أن تكون السياحة كما يحرفوا عنها في سابق السنوات ملجأا حين تعيش السياحة أزمة رغم تقلص المساحات المزروعة بسبب ملوحة مياه الرأي ما يزل مزارع منطقة ترجيش من ولاية المهدية يحافظون على إنتاج مادة الدراع ذات الجودة العالية باعتمادهم على الوسائل التقليدية في الرأي والحصاد شرعت هذه الأيام بعض العائلات بالمنطقة الفلاحية برجيش في حصاد محاصلهم الزراعية من مادة الدراع ذات الجودة العالية متوخين ترائق تقليدية من البدر إلى الحصاد هذه زراعة عائلة ميجود نقول لك من الآباء للجد منها حي ومنها نخدمها رواحنا وذلك هي التصرفة متاعنا مع أننا مناكلوا اللي الماكلة ديك نضروه عام بعام عام شعير أو عام قمح كما نقوله ولا عام اضرع عام بعام خذرش بشي من الوصل والملاح نقصوه بالمنجل نخلوه ثلاثة أربع أيام يشيح في القاعة كي يشرب معه في عقله وبعدين نتعدوه لمرهلة القصانة السبولة القصانة السبولة بالسكاكن بعدين نحطوه فوق المشمع يزيد يشيح فوقه كاكنه ونين نكملو نقود نارين ثلاثة أربع أيام بين كمننا وقادين نهزوه للمندرة وندرسوه ونزردو عاد ونغرب له نعبيه في الشكاير ونحطوه نهزوه لنخبيوه وبعد يجيوا الناس يشريوا هي الحاجة الوحيدة أن فيها مشكلة الترويج عمناول بـ 12 ألف و13 ألف السنة يحول الله بـ 15 ألف مرحل وعدة ينتهجها المزارعون بعض الحصاد للحصول على حبة الدرع المجففة بمعدل 20 قنطارا للهكتار الواحد كانت في سنوات الفارطة تنهز المساحة تقريبا في حدود العشرين هكتار تراجعت شوية المساحات في المدة الأخيرة نظرا لتردي نوعية مياه الري الغلبية يتعطون الزراعة هذه في الري بالأحواض يتم البذر على 25-30 سانتي تم الري الأولى بعد 20 يوم تقريبا يتم نوصل مرحلة الإنبات وتواصل عملية الري حتى شهر آخر شهر جوليا موعد جني وتوحلين عنها في حدود عشر هكتارات في منطقة ترجيش وتظل مادة الدرع ذات الجودة العالية من خصوصيات مدينة ترجيش ومصدرا لتأمين قوتي عدة أسر وإعالتهم في أخبار العالم طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبش طالبته بالضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها أو الانتقال إلى مقترح بديل وذكرت اللجنة في رسالة وجهتها إلى كوبش بتاريخ 14 من أوت أن ملتقى الحوار السياسي فشل في إنجاز مهمته في وضع القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد يوم الرابع والعشرين ديسمبر 2021 وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عمل اللجنة العسكرية المشتركة في آخر تطورات الوضع في أفغانستان تم اليوم استئناف رحلات الإجلاء من مطار كابل الذي شهد أمس حالة من الفوضى بعد اقتحام الألاف مدرجاته أملا في الهروب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان المتشددة على السلطة وفي خطوة للحد من مخاوف الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي أصدرت الحركة اليوم عفوا عاما عن جميع موظفي الدولة بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل إثرى هجوم خاطف وانهيار الحكومة المدعومة أمريكيا تواصل حركة طالبان في توجيه الرسائل التطمينية للشعب الأفغاني وللأسرات الدولية اليوم أعلنت الحركة المتشددة عفوا عاما عن موظفية الدولة داعية الجميع إلى مواصلة حياتهم الطبيعية كما حفت طالبان النساء في البلاد على الانضمام إلى حكومتها وجدد المتحدث باسم الحركة ذبح الله مجاهد التأكيد على أن الوضع الأمني في كابل مستقر مشددا حرص الحركة على عدم السماح بدخول منازل المسؤولين السابقين أو تهديدهم مطار كابل الذي كان يعج بآلاف المستمتين على الهرب من العاصمة وسط فوضى عارمة خلفت قتل وجرحة بات اليوم خاليا من الحشود واستعاد بدوره نسقه العادي بعد أن أعاد الجيش الأمريكي الليلة الماضية فتحه لاستئناف عمليات الإجلاء وتوازيا مع التطورات الميدانية المتسارعة تتوصل في المستوى السياسي مباحثات تشكيل الحكومة حيث يتوجه زعيم الحزب السياسي في أفغانستان قلب الدين حكمة يار اليوم إلى الدوحة مع الرئيس السابق حامد قرضاي ورئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله للقاء وفد حركة طالبان في العاصمة القطرية وفي الولايات المتحدة خرج الرئيس جو بايدن عن صمته بخصوص تطورات الأوضاع في أفغانستان ليدافع في خطاب توجه به للأمريكيين مساء الأثنين عن خيار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وتوعد بايدن حركة طالبان برد وصفه بالمدمر إنهي عرقلة عمليات الإجلاء وتناغما مع موقف بايدن اعتبر البنتاجون أنه من المبكر تقييم خطر الإرهاب الذي يمكن أن يأتي من أفغانستان وأن الهدف الآن هو استكمال الانسحاب من البلاد نهاية الشهر الحالي أما الأمم المتحدة فقد دعت على لسان أمينها العام أنتونيو جوتيراس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن أمس دعت المجتمع الدولي إلى توحيد صفوفه لضمان عدم استخدام أفغانستان مجددا منصة أو ملاذا لتنظيمات إرهابية كما دعت حركة الطالبان إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الأفراد وحرياتهم أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء إحراز إيران تقدم في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن مثل هذا العمل يهدد محادثات أحياء الاتفاق النووية وقد أثار سعي تهران لتخصيب اليورانيوم أغضب القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة باعتبار أن معرفة هذه التكنولوجيا وكيفية انتاجها يمكن أن تستخدم في صنع المادة الرئيسية لصنع القنبلة النووية فيما تؤكد إيران أن أهدافها النووية سلمية في أخبار الرياضة أعلنت الجامعة التونسية لكرة سلة اليوم عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الإفريقية التي ستقام بالعاصمة الرواندية من الرابعة والعشرين من أوت الجاري إلى الخامس من سبتمبر المقبل وضمت القائمة اللاعبين كل من صالح الماجري وعمر عبادة ومراد المبروك ورذوان بن سليمان ومايكل رول وعمر بوعلاق ومكرم بن رمضان وزياد الشنوفي وأحمد العدامي وأسامة المرناوي وأشرف الجنوني ومختار غيازة ويخوض المنتخب التونسي حامل اللقب منافسات الدور الأول من البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إفريقيا الوسطى ومصر وغينيا حيث يستهل الخماسي التونسي مشاركته بملاقات المنتخب الغيني في الرابع والعشرين من أوت الحالي قبل التباري مع المنتخب المصري في السادس والعشرين من الشهر نفسه على أن يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الأول بملاقات منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى في الثامن والعشرين من الشهر ذاته أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة مشاركته بالبطولة العربية المجمعة التي اختتمت منافساتها أمس بالعاصمة الأردنية عمان في المركز الثالث بسبع عشرة ميدالية في المجموع من خلال أربع ذهبيات وأربع فضيات وتسع برونزيات فيما ألا المركز الثاني في المنافسات إلى دولة قطر بتسع عشرة ميدالية وتصدرت مصر الجدول العام بسبع وعشرين ميدالية وبعشر ذهبيات وثماني فضيات وتسع برونزيات ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدين الكرام ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر